مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يكون هناك امتداد لمنخفض البحر الأحمر وأيضا بالتالي ينتج تقص غير مستقر في بعض المناطق خاصة بعض المناطق شمال الوسطى وشمال الشرقية والمناطق الشمالية وبشكل عام الأجواء اللطيفة أثناء النهار لكنها باردة ليلا مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل الهطول نراحظ أن هناك بعض الهطولات في منطقة بريدة وحائل والقسيم وفي المناطق شمال الرياض وأيضا في المناطق الشمالية الشرقية ناتجة من حالة عدم الاستقرار الجوي الناتجة من التقاء منخفض البحر الأحمر مع حوض علوي في طبقات الجو العليا وبالتالي هناك سقوط زخات رعدية من المطر في هذه الأماكن في رفحاء حفر الباطل شمال الرياض بريدة حائل القسيم وهذه تكون أنطال زخات رعدية متفرقة بين الحين والآخر أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة نسبيا في الرياض تظهر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 12 بينما الرطوبة النسبية تكون 72% أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة ثلاثة أيام القادمة في الرياض أجواء معتدلة في النهار لطيفة إلى معتدلة لكنها باردة نسبيا ليلا العظمى المتوقعة يوم الـ 1-22 والصغرى 13 بينما يوم الـ 2 العظمى المتوقعة 21 والصغرى 13 يوم الثلاثاء العظمى المتوقعة 20 يوم الثلاثاء لكن ليلة الأجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط بعض الأمطار بالصغرى المتوقعة 12 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق المختلفة في إسكاكة 20-9 عرعر 16-7 لابوك 22-9 أجواء لطيفة في النهار لكنها باردة ليلا المناطق الغربية دافئة وأيضا الحرارة في المدينة 27 العظمى والصغرى 16 جدي 31-22 مكة 30-20 أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل الطائف 22-12 درجة مئوية أما المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا وتقريبا لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا الباحة 17-12 أبهة 19-9 جزان 29-24 درجة مئوية أما المنطقة الشرقية الإحساء 21-14 الدمام 21-15 وحفر الباطن 19-12 درجة مئوية أما منطقة الوسطى ومنطقة الرياض الرياض 22-13 بينما إبريدة 23-13 أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات راعدية من المطر حائل 21-7 درجة مئوية مشاهدينا نتمنى لجميع أوقات سعيدة شكرا لمتابعتكم نترككم في أمان الله اشتركوا في القناة